تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن أدانت كل من الإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن والأزهر الشريف ومنظمة العالم الإسلامي الجريمة الإرهابية التي أحبطتها قوات الأمن السعودية قبل استهداف الحرم المكي الشريف وأعربت تلك الدول والمؤسسات الإسلامية تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية كما أشهدت بدور قوات الأمن السعودي في التصدي لهذا الهجوم ودورها بشكل عام في محاربة الإرهاب أفد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين العراقية بأن أفراد تنظيم داعش نفذوا ثالثة عملية إعدام جماعية لأفرادهم فيلم طيبشية شرق المحافظة بتهمة التخاذل بعد عمليتين سبق أن نفذوها خلال العام الحالي وقال المصدر أن أفراد داعش نفذوا عملية إعدام ضد أربعة من أفرادهم جميعهم عراقيون بينهم إثنان من أهالي مدينة ديالة في أطراف فيلم طيبشية رميا بالرصاص اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة مدينة الرقة شمالي سوريا من جهتها الأربع بحسب ما ذكرته القوات على حسابها على تيليجرام وضفت قوات سوريا الديمقراطية أنها حررت منطقتين شيخ الجمال وكسر الفرح جنوب مدينة الرقة عقب انسحاب أفراد تنظيم داعش منهما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جرار كولومب أنه سيرفع في الأيام المقبلة لرئيس الجمهورية خطة لتسهيل حل مشكلة طالبي اللجوء وأشار كولومب في تسريح على همشي زيارته لكالي شمالي فرنسا إلى مشكلة المهاجرين وضرورة مواجهة شبكات تهريب البشر في أفريقيا باعتبارها من أبرز المشكلات عد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا وألمانيا حين تتحدثان بصوت واحد تستطيع أوروبا أن تمضي قدما واصفا إياها بالحماية الأفضل في مواجهة التحديات العالمية وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة ألمانيا ميركل عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل إنه على أوروبا استقبال المهاجرين الفرين من الاضطهاد ومناطق النزاعات باعتبارها مسألة تتعلق بالواجب والشرف افتتح الشركة فيسبوك برنامجا في المملكة المتحدة لتدريب وتمويل منظمات محلية لمكافحة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت في إطار محاولات من شركات التكنولوجيا لتضييق الخناق على خطاب الكراهية والمحتوى العنيف على منصاتها وأضاف البيان أن المبادرة الجديدة ستدرب منظمات غير حكومية لمساعدتها في المراقبة والتعامل مع أي محتوى متطرف وتشكيل وحدة دعم تستطيع التواصل مباشرة مع إدارة فيسبوك نهايات الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة